موسيقى 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 ماذا سيحمل معه الرئيس الفرنسي في زيارته الثالثة الى لبنان موسيقى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يوضح المغالطات بشأن قضية المرفأ موسيقى موسيقى ماذا بعد صدور القرار الاتهامي في ملف الفيول المغشوش موسيقى احرقوا شجرة الميلاد في جديدة الفاكهة وفيديو يظهر الفاعلين موسيقى وكيف ستكون ليلة رأس السنة هذا العام مع فيروس كورونا موسيقى 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 الثامنة الا ربعا بتوقيت بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث عبر موسيقى وإذاعة صوت المدى موسيقى 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 بحسب المعطيات المتداولة لا يبدو ان ثمة خرقا حكوميا جديا في المدى المنظور وبناء عليه سيتوزع اهتمام اللبنانيين في الايام المقبلة بين ثلاثة عنوين اولا الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي امانويل مكرون منذ انفجار رابع من اب وما يمكن ان تحمله من رسائل او اي واكبها من نتائج على مستوى احياء مسار تشكيل حكومة المهمة التي تبقى الممر الالزمي لأي مساعدة دولية مأمولة لاخراج لبنان من عنق الزجاج المالي ثانيا ملف الدعم الذي بات في مستوى القضية الوطنية في ضوء التقاض في المستمر لكرة النار بين المعنيين في السلطتين التنفيذية والتشرعية في ملعب المزايدات السياسية التي تكون نتيجتها عادة خسارة طرف واحد للمباراة وهو الناس ثالثا العدالة لضحايا ومصابي انفجار المرفأ بين قضاء يتهمه بعض السياسيين بالاستنثابية والسياسيين يتهم اللبنانيون اكثرهم بالفساد وفي موازات حملة تضامن ذات الخلفيات المعروفة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اثر الادعاء عليه لفت اليوم رفض الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر المس بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري اخر كما رفضها اي طلط اي طرف باي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن اي ارتكاب او فساد بدءا بمقام رئاسة الجمهورية وفي السياق عينه اعلنت الهيئة تصديها لكل سلوك يهدف الى شل العمل القضائي عموما ومنعه تحديدا من استكمال مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت كما نددت في المقابل بكل استنثابية او استهداف او تجاوز من جانب القضاء داعية الى اتباع الاصول في الاعتراض على اي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي اقدم عليها بيضل وضعنا لشو اشتقنا طيب فينا نكون اشتقنا لأطيب منقوشة زعتر او لصوت الجاراج عالصبحية اشتقنا نسمع ضحكات المنحبون اشتقنا لعاجئة الشغل ونضل مش ملاحقين اشتقنا للركض وعاجئة السير للاصحاب والصهرات لطلوع الضوء اشتقنا لكل هوا بس اكتر شي اشتقنا نعيش باكتر مدينة بتلبقل الحياة سوا من رد الحياة لقلب بيروت لقونا بالجمازي ومر مخيل الاليزي اكد موعد زيارة ماكرون الى لبنان في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الجاري فماذا يحمل الرئيس الفرنسي معه في زياراته الثالثة واي رابط بين هذه الزيارة والملف الحكومي في برنامج الزيارة كما في المواقف الفرنسية من لبنان تقرير نانسي صعب 48 ساعة سينضيها امانويل ماكرون في لبنان في 22 و23 كانون الجاري ليفي الرئيس الفرنسي بالوعد الذي كان قطعه في ختام زيارته الثانية الى بيروت في اول ايلول هكذا سيكون لكن بفارق كبير ان خريطة الطريق التي كان وضعها لعودته منذ زيارته الاولى في ستة اب كانت تنطلق من حكومة مهمة انقاذية خلال 15 يوما وبدء تنفيذ اصلاحات في مهلت ثلاثة اشهر في ذكرى مئوية لبنان الكبير عاتب ماكرون الاطراف اللبنانيين لخيانة الوعود التي قطعوها وفي الزيارة الثالثة لا يبدو رجل مستعدا لطويلة قصر صنوبر جديدة ما لم يكن تشكيل الحكومة قد انجز حتى الساعة لتفاصيل عن برنامج زيارة ماكرون الى وصوله في 22 كانون الاول على ان يلتقي الكتيبة الفرنسية الى مائدة غداء او عشاء لمناسبة عيد الميلاد حيث من المرجح ايمضي ليلته في مقر اليوني في الفن ناقورة قبل ان ينتقل يوم الاربعاء في 23 كانون الاول الى بعبدة للقاء الرئيس عون هذا كل ما تبلغته دوائر بعبدة حتى الساعة وفق معلومات الو تي في عن برنامج ماكرون قابل للتعديل في اي لحظة لحديث هلأ برنامج الزيارة لم يحدد وبرأيي هذا الشيء راجع لانه بعد لم تتشكل الحكومة وبرأيي لن يكون هناك برنامج نهائي للزيارة الا قبل 3 اربعة ايام من حصوله لانه الرئيس ماكرون ناطر على حرم الجمر مثل الكثير من لبنانية اصلا تشكيل الحكومة ما الذي سيحمله ماكرون في الزيارة الثالثة تلفت مصادر متابعة للأو تي في الى ان الامر مرتبط بالوضع الحكومي فتشكيل الحكومة قبل موعد الزيارة من شأنه ان يعدل في مضمونها من حيث اللقاءات والطرحات كما ان استمرار الوضع الحكومي في جموده الحالي يعني تعديلا على الموقف الفرنسي تجاه لبنان خصوصا ان المبادرة الفرنسية قد تعرضت لانتكاسات عدة فرضت علامات استفهام حول امكانية استمراريتها ففرنسا كما اللبنانيون تريد حكومة قادرة على اتخاذ القرارات وإلا فهي كانت اعلنت سابقا انها ستستمر بمساعدتها الانسانية عبر الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية اي خارج الاطر المؤسستية للدولة اللبنانية وهذا ملفت اليه ابي رميا في حال لم يتم تشكيل حكومة قبل هذا التاريخ لبنان سيشهد تحول في الكلام الفرنسي وفي المقاربة الفرنسية مع القوى السياسية اللبنانية رح يكون هناك كلام اخر رح يكون هناك نمط اخر واداء اخر من قبل الفرنسيين والاوروبيين بشكل عام لانه بيكون الرئيس ماكرون وصل لقناعة انه لان يكون هناك لا يوجد هناك ارادة لبنانية حقيقية لانقاذ الوضع وبالتالي بيعتبر حاله محرر من كل الالتزامات يلي انفية تجاه هذه القوى ويمكن نروح الى ننتقل من سياسة الجزرة المقترحة حاليا من قبل الفرنسيين بالمساعدات وغيره الى سياسة العصى بعض المعلومات الصحفية ذهب الى تحميل زيارة ماكرون حدود مسعى للدعوة الى حوار لبناني لبناني برعاية اقليمية او دولية لاعادة البحث بالنظام اللبناني ولكن ربطا بتقليص ولاية رئيس الجمهورية كلام اثار سخرية مصادر رفيع اعتبرت انه لا ينم الا عن تحليل سياسي للنيل من مكانة الرئيس عون وهو المحاور الوحيد للفرنسيين في لبنان فصحيح ان فرنسا تملك عاطفة تجاه لبنان لكن ايضا لديها مصالح فيه الكلام عن خطة من اجل ان يكون هناك نقاش جد حول تقليص ولاية الرئيس هذا ابدا منه مطروح لا من قبل الفرنسيين ولا من قبل اي دولة بالمجتمع الدولي صحيح ان اعادة النظر بالنظام اللبناني فكرة واردة لكنها تحتاج الى حوار وطني كبير ربما يكون من متطلبات المرحلة لكنه في الوقت عينه لا يشبهها وفق ما تؤكد مصادر رفيعة لا في تتنئل اننا دخلنا في ازمة صعبة وان الصراع هو صراع دولي على ارض لبنان يترجم في السياسة بعدما كان يترجم سابقا بالسلاح والبرود والنار وهنا تلفط مصادر مطلع على موقف الرئيس عون ان الدعوة الى حوار لبناني لبناني موجودة لدى رئيس الجمهورية لكنها لم تتبلوى بعد امكانية ان يكون هناك طاولة حوار لبناني لبناني مطروحة وهي دي ايلة الرئيس ماكرون من الزيارة الاولى تبعه لكن هالشي منه فقط متعلق برغبة رئيس ماكرون بده يكون فيه ارادة لبنانية بده يكون القوى السياسية اللبنانية جاهزة لهذا الشيء من اجل تطوير الصيغة اللبنانية بس بعتاد هذا الوضع بعده سابق كتير لأوينه انطلاقة الحل لكل شيء هي الحكومة اللبنانية في المقابل هل من مبادرة فرنسية مصرية حول لبنان؟ بالواقع ما في شيء اسمه مويدرة فرنسية مصرية بعد اللقاء القمي اللي صار بفرنسا بين الرئيس ماكرون والرئيس سيسي ما في شيء مشترك بمعنى ما في شيء خطة جديدة او افكار جديدة كل ما في الامر ان مصر حطت حالة بتصرف الفرنسيين للمساهمة بتقريب وجهات النظر من اجل انجاح المبادرة الفرنسية في المحصلة الترابط جوهري بين الحكومة وزيرة ماكرون هل ينجح لبنان بتشكيل حكومة تلتزم فعلا تنفيذ الاصلاحات وعلى رأسها التطريق الجنائي الذي يتقاطع الفرنسي فيه مع مطلب الرئيس عون بإجرائه كمدخل للاصلاح توضيح من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في شأن قضية انفجار المرفأ والاخبار الملفقة عن تدخل رئيس عون مباشرة في التحقيقات ذكر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان وسائل اعلام مرئية ومقرؤة ومسموعة نشرت تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسئولية ما يتحملها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في موضوع التحقيقات في التفجير الاليم الذي وقع في مرفأ بيروت في اربع آب الماضي وما خلفه من شهداء وجرحة واضرار جسيمة في العاصمة ووضعا للامور في نصابها اوضح مكتب الاعلام سلسلة نقاط اولا المرة الاولى التي اطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميات من نترات الامونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمدرية العامة لامن الدولة وصله في 21 تموز الماضي وفور الاطلاع عليه طلب الرئيس عون من مستشاره الامني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع الذي يضم الاجهزة الامنية كافة والوزارات المعنية وهذا ما تم بالفعل وفقا للقانون والانظمة المرعية الاجراء وقد ابلغ الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع في 28 تموز 2020 المستشار الامني والعسكري انه يعالج الموضوع وانه ارسل كتابا الى وزارة الاشغال تسلمته يوم الاثنين في 3 آب 2020 ثانيا لم يتدخل رئيس الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير وان كان دعا اكثر من مرة الى الاسراع في انجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسئوليات لسية من تجاه افراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا احباء لهم واقرباء ومن حقهم معرفة المسئول عن الكارثة التي حصلت ثالثا خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء الماضي لم يتطرق الحديث الى التحقيق في جريمة المرفأ وبالتالي فان كل ما يروج عن ان الرئيس عون طلب التدخل في التحقيق هو كلام كاذب لا اساس له من الصحة لان البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهم مجلس القضاء الاعلى الى ذلك صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان اكد فيه ان محطة الجديد بثت ضمن احد برامجها ليلة امس حديثا للصحافي ردوان مرتضى نقل فيه كلاما ادعى ان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قال امام مجلس القضاء الاعلى عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقال مرتضى ان هذا الكلام نشره الصحافي حسين ايوب في موقع 180 الالكتروني امس الجمعة ان الكلام الصادر عن الصحافيين مرتضى وايوب كلام كاذب ومحد اختلاق ولا اسس له من الصحة فاقتضى التوضيح جاء في البيان اعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر رفضها وتصديها لكل سلوك يهدف الى شل العمل القضائي عموما ومنعه تحديدا من استكمال مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت لكشف المتسببين بها ومحاكمتهم ورفضت الهيئة في المقابل كل استنسابية او استهداف او تجاوز من جانب القضاء ودعت الى اتباع الاصول فلا اعتراض على اي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به الهيئة السياسية رفضت المسى ببقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري اخر كما اي طلط اي طرف بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن اي ارتكاب او فساد بدءا بمقام رئاسة الجمهورية واعتبرت الهيئة السياسية في التيار ان اللجوء الى التجيش الطائفي والمذهبي لرد على اخطاء او الشوائب يشكل اساءة لضحايا الانفجار ومقاربة فئوية لجريمة اصابت اللبنانيين جميعا من دون تمييز ووجهت ضربة قاسية لمدينة بيروت واهلها واكدت الهيئة ان استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو امر خطير معتبرة ان اقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسن دياب هو برفض الاستنثابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمدرين العامين والرؤساء الاجهزة الامنية والقضاء والقضاة وحيدت اخرين فيما المطلوب من المحقق العدلي الاسراع بتحقيقاته واذهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام واثبات النزاهة والموضعية والعدالة اللازمة صدور القرار الاتهامي في ملف الفيول المخشوش فماذا في تفاصيله ها هو القرار الاتهامي في ملف الفيول المخشوش يصدر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بعد صولات وجولات وقرارات ومتابعات على مدى اشهر قرار من 86 صفحة قضى باتهام كل من شركة زاد آر انرجي دي ام سي سي وابراهيم محمد زوق وطارق عصام الفوال وفارس ميشيل موسى وإليف واز الحداد ورمو حبيب عساف وميرنا حسن الخطيب ورفعة محمد العكوم وعبدالله موسى عواضة ومحسن أنتوان غالب وفايز عدنان منقاري ويوسف بهيش فواز وروجي رابح الساف ولارة فوز حمود وجورج رزاف الصانع وجورج فريد الشدياق بجنايات مختلفة كم الظن بتادي رحمة وشركة زاد آر جروب هولدينج وأرورف غالي وسركيس حليس وخديجة نور الدين وإيفا بلوت بجناح مختلفة وأمام محكمة الجنايات في جبل لبنان ستتم محاكمة كل هؤلاء وذلك بعد الاطلاع على رأي النيابة العامة هذا في شكل القرار الاتهامي ومضمونه الذي لا يمكن فصله عن منح آخر يؤمل الوصول فيه إلى خاتمة صحيحة ومحقة إذ لابد من التذكير أنه حتى الساعة لم تسلم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة رياض سليمي البيانات والحسابات المالية المرتبطة بالفيول المستورد إلى لبنان وتفاصيلها رغم المراجعات القضائية المستمرة لا يخفى على أحد أن ملف الفيول المخشوش لا يندرج فقط في الخانة الفنية أو التقنية أو الإدارية بل أكثر هو ملف ترافقت مع قراراته حمايات سياسية لمدراء وموظفين ومتعهدين وحاول أكثر من طرف سياسي تأمين غطاء لمن يدور في فلكه ولا نفشي سراً عندما نردد سؤال البعض عن من لم يمثل أمام القضاء والذي وجه لطيار المردى ورئيسه سلمين فرنجي عن حليس أو للقوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع عن رحمه أو للاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاض عن البساتنة لكن كل هذه الضغوطات لم تنجح في منع وضع الأمور في نصاب القانون والحق في كشف الفساد ومكافحته وإذا عدنا إلى الوراء في ملف ثبت فيه أن الفيول مخشوش ولذلك لا يرى المراقبون فيه سوى ملف غير مطابق لمعايير النزاهة والقانون والكفاءة من خلال إرساء نظام مافيوي غش في نوعية الفيول المستورد وزور نتائج فحصات مخبرية وتلعب بمستندات ناقلات النفط ولم يراقب عمليات الاستيراد وفقاً للأصول ويؤكد المراقبون أن كل الملفات إذا تمت متابعتها على هذا الشكل يمكن أن نصل إلى خواتيم صحيحة والسؤال الذي يتبع اليوم ماذا عن عقد سوناتراك الذي ينتهي في نهاية 2020 والسؤال الأهم ماذا عن المناقصة الجديدة الملاهي الليلية وأماكن السهر قد تفتح خلال فترة الأعياد وفق ضوابط صانمة لكن الرقص ممنوع والخطر يكمن في التجمعات داخل المنازل التفاصيل في تقرير جانيفر مزرعاني بمناسبة الأعياد ورأس السنة المطاعم وأمريكين السهر إلى العمل من جديد ولكن ممنوع الرأس وممنوع القاتو بحسب التوصيات التي أصدرتها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا واقترحت اللجنة أن تفتح المطاعم والملاهي الليلية أبويبة خلال فترة الأعياد بشارط أنه تلتزم بنسبة تشغيل 50% وذلك بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الاقتضاظ لمطلوب أيضا الحفاظ على مسافة مترين بين الطاولات ولا يسمح بجلوس أكثر من 8 أشخاص كحد أقصى على الطاولة مع وضع المعقمات كما أوسط اللجنة بمنع الرقص منعا بيتا ومنع وضع الشموع وقوالب القاتو التوصيات التي صدرت اليوم هي إيجابية ولكن نحن ننطر بهمنا كثير عام للوقت نحن من شين هيك عام نضعي للمواطنين أنه يروح يعايدوا بالمطاعم مطاعم وبالمحلات السهر فيه رقابة وفيه انضباط فيك تضبط الوضع بس الخوف من البيوت ومن الشليهات فونيك المشكلة إذا فصارت إختزاز بالبيوت لأنه ما فيه رائب ولا حسيب وبدأ يكون أكتر شي في ميت شخص بس ممنوع يقوموا يخطلطوا ويبوسوا بعض ويرقسوا مع بعض يعني لا عادين مع بعض بفهم أنه عادين مع بعض بيرقسوا محلهم بيعملوا جو بس ما بيقوم ويرقسوا مع الآخرين وما بيكون في بيس للراس من المعروف أنه لبنين بلد السهر وهالعامل بشكل عنصر أساسي لجذب السويح من مختلف أنحاء العالم فإن لم تفتح الملاهة الليلية لبنين خارج الخارطة السياحية وقطاع السهر بشكل حجر الأساس لأكتر من 25 مهنة بين مغنيين وعازفين وفنينين وغيرهم ومعظمون إما رح يضلوا بلا شغل إما رح يتوجهوا للخارج إذا لبنين مش قادر يقدم هالبرودكت اللي هو السهر والحياة العادية ضمن ضوابط كورونا وضمن كلها المطلوب مننا نحن ما رح يكون ما حدا رح يجع على لبنين هذا الشيء رح يخسرنا كتير مداخل بالعمل الصعب شوفي لبنين شو عم يخسر وشوفي بالوطن العربي شو عم يربحه لأنه دبي فاتحة حط نظام حط أواعد والإعلانات كلها الفنينين لبنينية بدبي الدولة بتقرر تسكر لأنه عم بيدفعوا هن الأضرار عم بيدفعوا هن الاستعويضات عم بيدفعوا أجور الموظفين هن عم بيدفعهم بس لما هي بدها تسكر وما تدفع بتصور أنه لازم نلاقي كمبرومي بالموضوع في ظل ارتفاع الدعوات لزيادة نسبة التشغيل بالمطاعم والملاه الليلية بعض الأطباء بيطالبوا بتخفيضة وبيضعوا للاحتفال بالأعياد مع أفراد الأسرى المقربين واللي منشوفهم بشكل دائم فقط بالنسبة للملاه الليلية أنا بفضل نكون حزرين أكثر بسماح لعدد معين من الأعداد بفضل ننزل إلى 30% بقلب البيوت أحسن لأنه الأشخاص بنفس البيت هن مش أول مرة بيجتمعوا فرق ما يجتمعوا بمطعم بيكون فيه اختلاط مع ناس تانيين هذا الشيء بعرض لانتشار الوباء أكثر أصحاب أماكن السهر بيطالبوا بفتح تدريجي لغاية الساعة واحدة بعد منتصف الليل ابتداء من النهار التنين وبعدها خلال أسبوع الأعياد المطلوب فتح كله من دون أي دوابط غاية دوابط كورونا إذا كانت الحجة وراء تسكير المطاعم وأماكن السهر هي الاكتظاظ فتسكيرا رح يشجع التجمعات داخل المنازل وبمعظم البيوت لا في تباعد اجتماعي ولا كمامي ولا تدبير وقائي حرق شجرة الميلاد في جديدة الفكهة ومحاولة حرق أخرى في المعلقة الزيتون وفيديو يظهر الفاعلين فما هي الأسباب والدوافع مع كل الظروف يلي عم نعيشه وفرحة العيد المنتقصة أصر أهالة بلدة جديدة الفاكهة ببعلبك بإقامة شجرة الميلاد بباحة كنيسة السيدة بالمنطقة إلا أنه أياد أقل ما يقال عنا أن تحاول زرع الفتنة حاول التشويه هذه الصورة إذ أقدم مجهولين فجر السبت على أحراء مغارة وشجرة الميلاد بباحة كنيسة السيدة جديدة الفاكهة وتمزيق صورة الميلاد على جنب الطريق ومحاولة حرق شجرة الميلاد قيد الإنشاء بمنطقة الزيتون بالفاكهة الساعة الثلاثة الصباح صارت عنها الحريقة بمغارة بكنيسة مارجردس بجديدة وفي عنا مغارة تانية كمان سجرة الميلاد بحي المعلقة منتفاجأ أن السجرة اللي بكنيسة مارجردس احترقت على الآخر كليا والسجرة اللي بالمعلقة مجربين يحرقوها ومحترقت معهم وفي عنا يافطاط على العوامية كمان مخزقة بسككين نحنا ما منتهم حدا أبدا 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 يمكن إخواننا الإسلام ينقهروا أكتر من إحنا مقهورين هذا عمل إجرامي عمل إرهابي ونتمنى على الأجهزة الأمنية هي تكشفها الموضوع وبعد السيطرة من الأهالي والدفاع المدني على النيران حضرت قوة من مخابرات الجيش وفتح التحقيق لتحديد هوية الفاعلين أستاذ يوسف هل رح ترجعوا تحطوا الشجرة محلة وتضبطوا الأدرار اليوم؟ نحنا ناطرين بس الأدلة الجنائية لا تجي ونحنا الليل لو بنا نسهر بساعة أربعة صباح في ميت شاب جديدة الليل بنا نعمل مغارة وكان كاهن رعية السيدة الأب جانسرال أكد أنه عمل فتنة بالمنطقة مطالباً الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الفاعلين وأنزال أشد العقوبات بحق في الذكرى الثالثة عشرة على اقدياله نشر حساب الجيش اللبناني عبر تويتر تغريدة استذكر فيها اللواء الشهيد فرانسواء الحاج وكتب ثلاثة عشر عاماً على الشهادة وما زال قلب الوطن ووجدانه مفعماً بحضورك وستبقى شهادتك شمس حياة لتغيب ودرب حرية مكللة بالكرامة والمصر لفت النائب العميد شامل روكوس خلال لقاء لبنان وطني إلى أنه تأكدت حقيقة لا وجود لأي نية في الأفق لاعتماد أي سياسة مكافحة فساد صحيحة ولا أي استراتيجية مالية اقتصادية اجتماعية انقاذية حقيقية لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني وأكد أنه في حال فشل الحكومة في تأمين الحقوق الاجتماعية أو في تلبية أهم اهتمامات المجتمع وهي الإرادة العامة يمكن للمواطنين حينها أن يمتنعوا عن طاعة الحكومة أو أن يغيروا القيادة عبر انتخابات أو عبر وسائل أخرى وإن لزم الأمر فيمكن اللجوء للعنف قال روكوس أصبح العمل السياسي والواق ما بيشبهني ما بيشبه للبرنامج ولا التاريخي ويلي انت مات إلوه ويلي خدمت لبنانا على أساسه ولا العقلية يلي بيتمتع فيها فلذلك قررت لابتعاد عن الوسط يلي ما بيحيكي برنامجي ولا أفكاري ولا حتى الشعب اللبناني ولا حتى الناس اللي انتخبوني انطلاعا من هون ارررت أنه اتخذ خطوة لورا لمراجعة نفسي ومراجعة البرنامج والمبادئ اللي انتخبتها أساسا لتحقيق الرؤية الفعلية يلي بقامن فيها لأنه الهروب من المواجهة منه من شي يمين أيها الشابات والشباب فرصة اليوم بين أيدينا إما نترك الوطن بأهدة يلي خان الأرض والشعب وإما نسترجع الوطن والأرض والأرار كل يلي جلزمنا هو الأرار والعزيمة على المواجهة مواجه الدين وصراط هالدولة الغنية المنهوبة الانتصار يلي حققته بالانتخابات الطلابية بالجامعات هو خير دليل على فشل هالسلطة يلي بتشعر اليوم أكتر من أي وقت مضى بالخطر عدم ومتا فلأول مرة من سنين عديدة برهن الشباب والشبيت المستهلين أي دولة بدهم وهي دي هي الثورة الحقيقية هي ثورة السبتعاش تشرين يلي انطلقت من سنة هي الثورة يلي ندات من أجله من العام 2016 هي روح التمرد والعنفوين والكرامة يلي كنت شعر فيها مع رفاق السلاح لما كنا بساحة المعركة من دافع عن أرضنا المؤدسة هل ستكون بيروت مدينة دامجة بعد إعادة الأعمار وهل ستكون مؤهلة لذوي الأحتياجات الخاصة شي كمان جو عم يشتغل عليه إذا بتسمح لي جو أولى إنه اليوم إذا نحن بدنا نعمر بيروت خلينا نعمر صح لأنه هو التفكير هو كيف ما في شيء زيادة إذا عم تفهم علي تعاملوا بيروت مؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة يعني حين لمهندس عنده وقت خليه قدمه كلمة لنساعد هيدا المجتمع كله ونعمر بيروت صح وخلينا نحط كل الألوان على جنب وكل القصص على جنب وكل السياسات على جنب بيروت دامجة نحن هون بك تعطيني دقيقتين لأعطيكي جواب أكيد أنا فكرة كاملة كلنا حسابك خيرجو كلنا حسابك بيروت دامجة حبينا أنا بساعات محفز بيروت بتتعاون مع جمعياتي اللي هني أركانسيا الاتحاد اللبناني للمعوقين الحركيين وشارك ديبارتمنت برو إيبلد وأكيد هيدا اللجنة مفتوحة للجميع حبينا نطلع من بعد انفجار مرفق بيروت بالنص المليان من الكبية وقت اللي منحكي النص المليان من الكبية هو أنه نحن نعمل بيروت اكساسيبل أو بيروت دامجة وقت اللي منحكي عن بيروت دامجة بيروت دامجة لعدة أسباب بيروت دامجة انت منك بس عم تصيب تارجة زوية الاحتياجات الخاصة انت عم تصيب الخطيرة عم تصيب الأطفال عم بتصيب البيئة عم بتصيب كل هالناس حتى عم بتصيب النساء الحوامل فاصل ونعود اهلا بكم من جديد ضربة جديدة للرئيس الامريكي دونالد ترامب اذ رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة طعنى في فوز بايدن بأربع ولايات حاسمة لا تزال خسائر الرئيس الامريكي دونالد ترامب تتوالى اذ خسر معركة قضائية مهمة فرفضت المحكمة العليا الامريكية الدعوة المقدمة في ولاية تكساس والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات حاسمة وكانت الدعوة المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميتشيغن وبنسلفانيا وويسكنسن التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية سبعة قضاة مقابل اثنين ومن بين من رفضوا الدعوة ثلاثة قضاة عينهم ترامب في المحكمة العليا وكان دول ترامب يعلق أمالا كبيرة على هذه الدعوة التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى حيث وصفها ترامب بأنها دعوة كبيرة ويوجه قرار المحكمة العليا ضربة قوية إلى مساع ترامب للتعني بنتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن وكانت المحكمة العليا رفضت دعوة الجمهوريين لإلغاء 2.5 مليون صوت تم إرسالها عبر البريد في ولاية بنسلفينيا كما رفضت محاكمة أخرى في مختلف الولايات العديد من الدعوة الأخرى المطالبة بأعدة النظر في نتائج التصويت من جهته أعرب ترامب عن شعوره بالخزي تجاه قرار المحكمة العليا في البلاد وقال عبر تغريدة نشرها عبر تويتر المحكمة العليا حقا خذلتنا واصفا إياها بأنها لا تملك الحكمة ولا الشجاعة بعد أعلان ترامب انطلاق حملة التلقيح العام ضد كورونا في الولايات المتحدة أعلنت السلطات الأمريكية أن الدفعة الأولى من لقاحات فايزر بايوانتاكس تصل صباح الاثنين إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الجمعة أن التطعيم بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة وقال ترامب في مقطع فيديو نشره على صفحته في تويتر لقد حققت بلادنا اليوم معجزة طبية ابتكرنا لقاحا آمنا وفعالا في تسعة أشهر فقط هذا هو أحد أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ وأعرب ترامب عن ارتياحه لإعلان إدارة الغذاء والدواء موافقتها على استخدام لقاح فايزر وأكد ترامب نجاعة لقاحا فايزر ومودرنا مضيفا أن اللقاحين آمنان قائلا أن هذين اللقاحين أثبتا فعالية بنسبة حوالي 95% مشيرا إلى أن ذلك يفوق التوقعات بكثير وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان بإجازة لقاح فايزر بايون تاك أو تقديم استقالاته وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز حثى ستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الإذن بلقاح كوفيد 19 الذي تنتجه شركة فايزر بحلول يوم الجمعة وقال إنه يجب أن يستعد للاستقالة إذا لم يكن كذلك وصرح المسؤول لوكالة رويترز بأن تعليق ميدوز بشأن الاستقالة لم يكن خطا أحمر لكنه كان أكثر من مجرد استهزاء قصد حث إدارة الغذاء والدواء على التصرف بسرعة وإنجاز المهمة ووقف التأخيرات إلى ذلك كشفت شركة موديرنا أن الحكومة الأمريكية ستحصل على 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المرشح لكوفيد 19 ومن المتوقع تسليمها في الربع الثاني من عام 2021 إذا أجيز وقالت الشركة المطورة للقاح أن الحكومة طلبت في المجمل 200 مليون جرعة حتى الآن وأضافت أنه سيتم تسليم نحو 20 مليون جرعة في الطلبية الأولى بحلول نهاية كانون الأول والباقي في الربع الأول من عام 2021 ومن المقرر أن تعقد لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعققير الأمريكية اجتماعا في 17 كانون الأول لمناقشة طلب موديرنا الحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاح فاصل جديد ونعود أهلا بكم من جديد أطلقت مجموعة طلاب من الأندية العلمانية وشبكة مدى خلال ندوة طالبية في مسرح دوار الشمس الطيوني أعلان طلاب لبنان الذي تضمن مشروعها ومطالبها وخطواتها المقبلة وألقى مسؤول اللجنة الطلابية في شبكة مدى كريم صفي الدين كلمة جاء فيها أن طوال المرحلة السابقة ضربت النقابات العملية وجميع الهيئات النقابية التي تمثل مصالح الأسكرية الساحقة أو ضربت من شعبنا هل نترك طلاب وطالبات لبنان فريسة جشعة إدارات الجامعات الخاصة وأهمالها بل طواتوا المسؤولين في الدولة اللبنانية نحن قررنا أن لا ندفع الثمن هذه المرة ولذلك قررنا نحن طلاب وطالبات لبنان المجتمعين اليوم خوض المعركة على المستوى الوطني حتى تحقيق التالي أولا فرض تدقل وزارة التربية والتعليم العالي لإجبار إدارات الجامعات الخاصة على التراجع عن قرارات دولرة الأقصاد على أن يتم تجميد أي زيادة خلال الفصل القادم بانتظار التفاوض الجماعي بين الطلاب والإدارات واتخاذ القرار المناسب في دوق حاجة الجامعات الفعلية فقط أن الإدارة ما ترددت بإعلان الحرب على 70% من الطلاب لما سعرت الدول على 3,900 بعدما دولرت الأقصاد وانقلبت على التعميم اللي طلع من وزارة التربية والتعليم العالي اللي هي ثبتت سعر الصرف حسب السعر الرسمي وهيدا يعني يا جماعة أن الزيادة على الأقصاد حتكون بنسبة 166% بها فصل الربيع وبالتالي كأنه هنه هون عم بيقولولنا أنه نحنا يا الشباب أو فئة الشباب ممنوع تتعلم على هيدا الحالة نحنا ردنا واضح ومعروف شو هو فشروا وفشر قل مين بدوا يحتكر ويسلع التعليم ويحصروا لفئة المقتدرين والميسورين لهيدا البلد نحنا بتكتل طلاب الجامعة اللبنانية ما منخوط صراعنا بمعزل عن السياسة إذ أنه ندرك أنه معركتنا بالجامعة اللبنانية مش منفصلة عن معركتنا مع هيدا السلطة يلي إلى 30 سنة تعتمد سياسات ممنهجة لضرب الجامعة نضالنا اليوم من أجل رفع ميزانية الجامعة وتطويرها من أجل وقف حدر المال العام لمصلحة القطاع الخاص من أجل استرجاع الجامعة لأنه منعتبر هيدا الخطوة هي خطوة أولى لإعادة بناء اقتصادنا المأزوم باعتبار أن الجامعة اللبنانية اليوم تضم كدرات هائلة علمية وعمالية إلى صفحة أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع جانيفر مزرعاني مساء الخير تذكرت قيادة الجيش اللواء الركن فرانسوال حاج بالذكرى الثلاثة عشر لاستشهيده وكتبت عارة تويتر ثلاثة عشر عاما على الشهادة ومزال قلب الوطني ووجدانه مصعما بحضورك وستبقى شهادتك شمس حياة لا تغيب ودرب حرية مكللة بالكرامة والنصر أما جرجات فنشرت على حسابها قال له يرحمك يا بطل وإن شاء الله يجي نهار وينعرف وينعلن مين اختالك وليش نفسك بالسماء وعليت إيفا فرانسوال حاج بطل اللي اختيره الجبناء وفرح باستشهيده الإرهاب والعملاء بطل من بلادي وسألت رانا مين أتل فرانسوال حاج ايضا بتاريخ 1212 بتصادف الزكرة الخمستاعش على استشهاد النائب والصحافة جبران تويني ومثل كل سنة علق جريدة النهار على واجهتها صورة عملاء تقليدا لذكر الاستشهاد رواد مواقع التواصل استذكر جبران تويني عبر إعادة نشر أقواله وإرسال تحية لروحه كتبت مها 12-12-2005 اغتال حلمة أن نبقى موحدين مسلمين ومسيحيين في وجه الفساد والطائفية وعليت كريستي أتلوك لأنه نخاف حريتك ونشر مالك على حسابه وفيديو لأشهر أقوال جبران تويني وبرفق بتغريدة كان لنا جبران تويني ورحل شهيد الحرية والسيادة والاستقلال شهيد وحدة اللبنانيين ما رح يكون في حرب أهلية بعد اليوم بلبنان ولذلك بتمنى عليكم تعيدوا وراي وتقولوا قسم جديد قسم جديد نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد العابدين دفاعاً عن لبنان العظيم عشناً وعشاً لبنان دفاعاً عن لبنان العظيم وأخيراً تم تنقل الفيديو زعم أن يظهر زوجة رياض سلامة حكم مصر في لبنان بعيد ميلاد خادمتها وكتبت أحد الصفحات أيضاً زوجة رياض سلامة تهدي خادمتها في عيد ميلادها من أموال الشعب لكن المرأة اللي بالفيديو من زوجة رياض سلامة بل هي سيدة الأعمال وخبيرة التجميل دينا سوبر ماجيك خلال حفلة عيد ميلاد مارشا وهي كانت قد نشرت هالفيديو من حوالي أربعة أيام على حسابة على تيك توك ويظهر في أسفل الفيديو على اليمين اسم الحساب ومعها الخبر من كنا وصلنا لختام فقريت السوشال ميديا للمزيد تبقونا بكرة تصبح على خير وبهذا مشاهدين نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية للمزيد